حزمة ملفات واتفاقات تخصو قضايا سياسية أمنية اقتصادية بين الدول الثلاث كانت حاضرة في الاجتماع التشاوري الأول بين الجزائر تونس وليبيا وعلى رأسها تنسيق الجهود لتأمين الحدود المشتركة من مخاطر وتبعات الهجرة غير النظامية وتوحيد المواقف مع مختلف الدول المعنية بالظاهرة هي اللقاء الثلاثي لأول مرة هناك مقاربة لتكامل مغاربي ميدانية عملية معناها اتفاق حول التنسيق الأمني والسياسي بين الدول الثلاث ودعوة الآخرين لانتفاق لأن الأمن الاقليمي والأمن القومي هو أساس العمل التكامل بين الدول اجتماع اتفق فيه يثلتي على توحيد المواقف والتنسيق لتدعيم مقاومة الأمن والاستقرار في المنطقة والتأكيد على الحاجة المليحة لأن يكون للدول ثلاث صوت مسموع وحضور فاعل في مختلف الفضاءات الإقليمية والدولية الفاعلة هذا اللقاء ربما بالنسبة لي منطلق جاد منطلق بناء الاتحاد مغرب العربي هادف وبناء يخدم كل شعوب المنطقة وكل دول المنطقة اعتقد أن اللقاء هذا يعزز موقع الجزائر الإقليمي والدولي ويعزز مقارباتها السياسية والأنمية من أجل أمن واستقرار المنطقة ومن أجل تنمية المنطقة الانطلاق كانت على هامش قمة الغاز في الجزائر ليتحول إلى نقطة انطلاق لقمة ثلاثية في خضم ظروف جيو السياسية تعرفها المنطقة ما دفعت إلى ضرورة التأسيس لكيان يربط الدول الثلاثة ويفتح بوابه للدول التي تريد الانضمام من دون إقصاء ترجمة نانسي قنقر